أزمة سياسية تقف في طريق إمدادات النفط الليبية هذه المرة. نقف على آخر الأرقام التي وصلت إليها الإمدادات وقطاع الطاقة الليبي. ولكن بسبب التوترات السياسية الأخيرة التي تشهدها البلاد. هناك مخاوف من توقف هذه الإمدادات. وتحديدا عند أكبر الحقول الخاصة بها المؤسسة الوطنية للنفط الليبية. أعلنت عن عدم قدرتها الآن الالتزام بتسليمات النفط. وذلك في ظل هذه التوترات التي تعيشها البلاد. نتحدث عن إيقاف الإنتاج في حقل شرارة أكبر الحقول النفطية في الليبيا. الذي يضم 300 ألف برميل يوميا. بالإضافة إلى إيقاف الإمدادات الخاصة من حقل الفيل. الذي يحتوي على 65 ألف برميل يوميا. بالنسبة للأرقام الخاصة بالإمدادات النفط الليبية التي شهدناها توقفت في العام 2020. في حدود أكثر من مليون برميل. والمخاوف حول استمرار تراجع الإمدادات من ليبيا. هذه المرة تعود من جديد لتظهر في ظل هذه التوترات السياسية. كنا شهدنا سابقا المخاوف. قالت من أن هناك نقص في الإمدادات داخل الأسواق. ولكن هذه المرة وداخل الشأن الليبي السياسي. هذا ما قد يؤثر على هذه الإمدادات. التي تشكل حصة ليبيا في إنتاج أعضاء أوبيك أربعة في المئة. ما صار الإنتاج إنما وقفنا على آخر التطورات الأخيرة. وتحديدا مع نهاية العام الماضي لعام 2021. وصلنا إلى مليون ومئة ألف برميل. لنزل عند هذه المستويات. بالنسبة لمصار الإنتاج بمليون ومئة ألف برميل. في الربع الأول من العام 2022. وتغيير من مارس إلى غاية فبراير 2022. شاهدنا التراجع بـ 37 مليون برميل يوميا. ولكن على الأثر هذه المخاوف من نقص الإمدادات. شاهدنا تفاعل أسواق النفط التي تراجعت مع مطلع هذه الجلسة. بالإضافة إلى التصعيرات وكذلك المخاطر الأخرى التي تسعرها الآن الأسواق. بالإضافة إلى التركيز الأكبر عن مخاوف من شح المعروض. سواء من التوترات الجلسية التي نشهدها بين روسيا وأوكرانيا. والآن تدخل على الخط كذلك أربما مخاوف نقص إمدادات الليبية في السوق العام. والمؤثر على أسواق النفط بشكل عام. وهذا ما الآن نشهده على أسواق الطاقة. ترقب تطورات الحرب في أوكرانيا. إغلاق المدن في الصين بسبب كورونا. نتحدث عن الصين من أكبر الدول المسالكة للنفط. وشهدنا تراجع في ورداتها من النفط خلال فترة الماضية. وذلك بسبب الإغلاقات الكبيرة التي قامت بها. وأحد كبرى المدن كذلك على رأسهم جانجاهاي وغيرها من المدن الأخرى. مخاوف من تباطئ النمو الاقتصادي. وشهدنا أوبك في تقريرها الأخير. قالت بأن هناك توقعات بتراجع النمو وتراجع الطلب على النفط للفترة المقبلة. في ظل استمرار هذه المخاوف. والمخاوف في الشح المعروض المتعلقة بالإمدادات الروسية. كذلك لدينا وكنا شهدنا أداء الخامات منذ بداية العام. على الرغم من هذه التذبدبات التي شهدناها مؤخرا وتحديدا على الأسبوعين الماضيين. إلى أن الارتفاعات كانت نوعا ما قياسية تحديدا مع نهاية فبراير و بداية شهر مارس. ونتحدث عن ارتفاعات تجاوزت الأربعين في المئة على خام برينت منذ مطلع العام 2022. ترجمة نانسي قنقر